اشتركوا في القناة ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافية للصف السادس الأدبي درسنا لهذا اليوم أعزائي مفهوم النوى المتعددة والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وخصائص النقل وأهميته أعزائي يقوم مفهوم النوى المتعددة على أساس المدن الكبرى لاحظ عزيز الطالب لاحظ عزيز الطالب مفهوم النوى المتعددة تتكون من عدد من النويات تمثل مراكز ثانوية فضلا عن المركز الرئيسي هذا هو المركز الرئيسي المنطقة التجارية الرئيسة رقم واحد حيث وجد أن هذه النويات تختلف من حيث الوظيفة بعضها عن البعض الآخر وأن الفكرة الأساسية لهذا الانموذج هي أن استعمال الأرض الحضرية يتركز حول نوى متعددة بدلا من مركز واحد ولا يفترض وجود المنطقة المركزية عند المركز الهندسي للمدينة هذا المفهوم للنوى المتعددة خلاف مفهوم القطاعات هذا مفهوم القطاعات عزيز الطالب هذا هو مفهوم القطاعات ومفهوم الدوائر المتراكزة وهي وهذا مفهوم الدوائر المتراكزة الذي جاء به العالم أرسنت بريجيس العوامل التي تؤدي إلى ظهور النوى المتعددة في المدن الكبرى أولا الحاجة إلى التقارب بين بعض المؤسسات أو النشاطات فالمنطقة الصناعية هذه هي المناطق الصناعية رقم تسعة في الظواحي في الظواحي بعيدة عن مركز المدينة من الأرض تمارس نشاطها وتوفر طرق نقل سهلة كالطرق المائية أو السكك الحديدية أو الطرق البرية ثانيا تميل بعض النشاطات إلى بعضها بسبب تبادل المنفعة بينها مثل ميل المخازن التجارية لبيع المفرد إلى التكتل في منطقة واحدة للاستفادة بعضها مع زبائن مع الزبائن البعض الآخر أكرر ستنادية تميل تميل نعم نعم تميل بعض النشاطات إلى بعضها بسبب تبادل المنفعة بينها مثل ميل المخازن التجارية لبيع المفرد إلى التكتل في منطقة واحدة لإستفادة بعضها من زبائن البعض الآخر هذا المركز هذه هي المنطقة التجارية ثالثا تنافر بعض النشاطات عن بعضها إذ لا ينسجم وجود الصناعات الثقيلة مع الدور السكنية وهذا يؤدي إلى تجمع الصناعات الثقيلة بعيدا عن المناطق السكنية وتشكل كل منهما نواة منفصلة عن بعضها لاحظ عزيز الطالب المنطقة الصناعية بعيدة عن المنطقة التجارية المركزية ومسألة طبيعية بعيدة عن التلوث لكي تكون بعيدة عن التلوث رابعا يؤدي الارتفاع في سعر الأرض إلى طرد بعض المؤسسات التي لا تستطيع دفع إيجار مرتفع لانخفاض دخلها فتختار تلك المؤسسات المنطقة المناسبة لها وهذا يجعلها تتجمع في مكان واحد وتشك النواة في داخل المدينة هذه هي منطقة الظواحي السكنية رقم ثمانية ارتفاع الإيجار قرب المركز يؤدي إلى أن تكون منطقة الظواحي السكنية آسف بعيدة عن مركز المدينة أعزاء الطلبة الآن نتعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وعلاقتها بالرفاهية والجريمة سؤال تؤكد الاتجاهات الحديثة على أن المدينة ما هي إلا نظام من العلاقات المترابطة بين الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية لاحظ ذلك الآن هذا السؤال جوابه نعم إنما يصيب الفرد من تقدم وتراجع ينعكس تلقائيا على نبط الحياة في المدينة ثانيا ينبغي أن تكون المدينة ذات خصائص عصرية توفر الرفاهية لسكانها ثالثا يجب أن يكون التخطيط في المدينة لكي يجعلها أكثر قبولا لدى من يقيم فيها رابعا تمنح الأطمئنان والحماية خامسا أن يكون في المدينة قوانين تنظم الحياة فيها لكي يشعر الفرد بالانتماء إليها الآن نذكر هذا التعليل لاحظ عزيزي كلما ازداد حجم المدينة سواء كان بالزيادة الطبيعية أو الهجرة يزداد عدد الأغنياء فيها الجواب نعم لأن سوق العمل يتسع لهذه الزيادة وأن العواصم أساسا لها القدرة على جذب النقود والسكان والمستثمرين إليها فالمدينة قادرة على تقديم سلع وبضائع وخدمات تفوق تنوع ونوعية على ما تقدمه المدن الصغيرة لذلك تزداد دخول ساكنيها ويزداد اقتصادها وترتفع مدخولاتها من خصائص المدينة عزيز الطالب أيضا قدرة الفنادق الراقية والمتنزهات الواسعة ومدن الترفيه ومراكز الرياضة فنجد المدينة تحتوي كل الخدمات وتسود أيضا المسارح فيها ودور العروض والأزياء كل هذا يسهم في تربية الذوق العام وتساعد على وجود مشاريع واسعة وزيادة في الابتكارات كذلك تظهر في المدينة حالة الاستغلال أعزاء الطلبة تشكل المدينة بيئة بشرية لذا تنقسم بيئتها تبعا لمؤشر المستوى الاقتصادي والاجتماعي وضح ذلك الجواب أعزائي نجد في المدينة بيئات فقيرة وأخرى متوسطة وبيئات راقية فأحياء الأثرياء تتمتع بخصائص مثرفة وراقية بينما أحياء الفقراء تتصف بالتدني البيئي وتفتقر إلى أبسط مقومات العيش فهي تفتقد إلى المساحات الخضراء والمزدحم وكذلك إنها مزدحمة في السكان وإن حجم الأسرة كبير جدا وهذا يؤدي إلى انخفاض الدخل الفعلي للأسرة إذن أعزائي الأحياء الراقية نجد فيها تماسك في الأسرة واستقرار والدفء لأن الوضع الاقتصادي مريح جدا ويساعد على تماسك الأسرة والاستقرار بينما الأحياء الفقيرة يسود فيها التفكك الأسري بشكل نسبي وتبرز الإضطرابات الأسرية والانفصال أحياناً بسبب انخفاض الدخول وكذلك ضيق الحيز المكاني فضلاً عن تداعيات الحروب والكوارث الطبيعية فهي تؤثر بالتأكيد على سلوك الإنسان من سلوك سوي إلى سلوك شاذ وعدواني وكلما ضعفت التنشئة الاجتماعية ساعد على تحقيق وانتشار الرذيلة وارتفاع الجريمة والسرقة وهذا ناجم عن قلة التوعية الأسرية في الأحياء الفقيرة وحتى السلطوية والفشل في التعليم وعدم وجود مؤسسات حكومية أو أهلية خيرية قادرة على رعاية المجتمع لذا أصبح الفرد استعداده إلى الانحراف واضحا وخارجا عن القانون كذلك انتشار البطالة في الأحياء الفقيرة يشكل خطر على سكان المدينة وحالة عدم الإطمئنان أقرأ عليكم القسم الأول من المادة واحد أولا من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثانيا لجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة أن تتصرب بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة من التعاون الاقتصادي الدولي ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة بالطبع هذا القسم الأول من مادة واحد من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عزائي الطلبة الآن نتعرف على النقل وخصائصه داخل المدينة فهو يربط أجزاء المدينة ببعضها ويسهم في إيجاد تفاعل بين وظائفها المختلفة وإن خصائص النقل داخل المدينة إنه أولا ينبي حاجة الانتقال من مكان لآخر بوقت قصير ثانيا قلص من طول المسافات ثالثا تنوع وسائل النقل وتباين أهميتها في النقل مثلا إن النقل بالحافلات يختلف عن النقل بالسيارات الصغيرة كما أن هناك وسائل مخصصة لنقل الناس وهناك وسائل لنقل البضاع والسلع والمنتجات الزراعية كما أن النقل بالقطارات الذي ينقل أعدادا كبيرة من الناس وهناك قطارات تنقل السكان داخل المدن تسمى المترو وتكون وتكون تحت الأرض كما في لندن وغيرها من مدن العالم كما تقوم القطارات الكهربائية بنقل أكبر عدد ممكن من السكان بين الأحياء الأكثر كثافة ومركز المدينة لذا نقول علل النقل الجماعي يكتسب أهمية في المدينة الجواب نعم لأنه يقلل من استخدام السيارات الخاصة التي تسبب مشاكل الازدحام والتلوث رابعا أعزائي من خصائص النقل زيادة أعداد وسائط النقل وكونها مشكلة لها أبعادها الاقتصادية والصحية داخل المدن فضلا عن الضوضاء الذي يخلفها النقل في المدينة أعزائي الآن نتعرف على أهمية النقل إن النقل عنصرا مهما من عناصر الاستيطان الحضري كما لا يمكن للمدينة أن تنمو وتتطور وتتفاعل مع ريفها المجاور أو مع غيرها من المدن من غير النقل كما أن النقل في داخل المدينة أهمية في زيادة قوة الحلاقة بين الوظائف السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وأن للنقل أهمية في ازدهار حركة النقل التجاري في نقل البضائع والسكان من مكان إلى آخر وتبرز أعزائي أهمية النقل في كونه يشغل ثلث مساحة المدينة أعزائي الطلبة الآن نتعرف على النقل وأثره على البيئة الحضرية إذن ماذا نعني بمفهوم التلوث يعني التغير الحاصل في خواص أحد العوامل المكونة للبيئة أو يكون في جميعها كالهواء والماء والتربة أما مفهوم البيئة هي واحدة مكانية من العالم المادي والحيوي يتفاعل أحدها مع الآخر بأحداث توازن يساعد باستمرار على أن تكون البيئة سليمة ويمكن التعايش معها أعزائي أما مفهوم البيئة الحضرية تمثل حيز مكاني يستقبل مدخلات الهواء والماء والطاقة لتحريك النشاطات الحيوية والمادية اعتمادا على العملية التي يقوم بها الإنسان في تعامله مع تلك المدخلات تبعا لمستواه الحضر والثقافي والفكري الذي يعكس تداعيات تلك العملية بصورة مخرجات تحدد نوعية البيئة الحضرية أعزائي اتسعت المدن وأصبحت تشكل بيئة حضرية لأعداد سكانية تزيد عن المليون نسمة مثلا مثال على ذلك مدينة نيويورك حوالي 20 مليون نسمة وبغداد تزيد على 6 مليون نسمة لذا نقول أعزائي علل أن الحجم السكاني المتزايد يخلق الكثير من المشاكل داخل المدن أولا مشكلة السكن ثانيا الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب ثالثا زيادة السكان وتحسين مستوى الدخول مع وجود تسهيلات في اغتناء السيارات وتشكل أعداد السيارات خطر على البيئة منها الاختناقات المرورية مثلا فضلا عن تلوث أجواء المدن خاصة التي تقع في المناخ المعتدل والبارد حيث يتحد الدخان مع الضباب ويكون ظاهرة الضبخان أي الضباب وزائدا الدخان كما هو الحال في مدينة شنغهاي رابعا عزائي ما تطرحه السيارات من عوادم كأكسيد النيتروجين والرصاص والعناصر الأخرى الطيارة وأول أكسيد الكاربون والمواد الدقيقة الهباء هذه المصادر الرئيسة لتلوث البيئة وأخيرا أعزائي تشير الإحصائيات إلى ارتفاع أعداد في العالم إذ ستبلغ عدد السيارات في العالم سنة 2010 حوالي مليار سيارة بمعنى أن هناك سيارة واحدة لكل أربعة إلى ستة أشخاص أعزائي الطلبة الآن نتعرف على أقليم المدينة أن أقليم المدينة أعزائي يعتمد على الترابط والتفاعل بين المدينة وريفها البجاور بشكل أساس فالوظيفة الرئيسة للمدينة هو أن يكون مركز الإقليم ويطلق عليه ذات الوظيفة الواحدة الوظائف القليلة الأخرى المتجانسة اسم بلدة أو مدينة صغيرة بينما تطلق تسمية المدينة الكبيرة على المدينة التي تتعدت وظائف وتتعقد أعزائي الطلبة الآن نتعرف على العلاقات الإقليمية بين المدينة والريف لنبدأ أعزائي باستعمالات الأرض الحضرية داخل المدينة مثلا هناك الأراضي المخصصة للاستعمال السكني ومرافقها ويتبنى عليها بالتأكيد المساكن أما الأراضي المخصصة للاستعمال التجاري تقوم عليها التجارة وكذلك الأراضي المخصصة للصناعة والمناطق الترفيهية والدينية ودوائر الدولة لكل منطقة من هذه المناطق يتم تخصصها وتجمعها في منطقة دون أخرى أعزائي الطلبة أما العلاقة الاقتصادية منها العلاقة الزراعية يعد الريف المسؤول المباشر في تجهيز المدينة بالمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية وتمثل المدينة سوقا استهلاكيا لمنتجاته ونظرا لتطور طلق النقل وزيادة أحجام المدن أصبح السوق العالمي يتنافس مع الأسواق المحلية من خلال من خلال تمرير منتجاته الزراعية إلى داخل المدينة وبالتأكيد هذا يؤثر على الإنتاج المحلي الزراعي أعزائي أما العلاقة الصناعية أن تطوير الزراعة في الريف له أثر في تطوير الصناعة فهناك منتجات زراعية صناعية مثل القطن والجوت وزهرة الشمس والمنتجات الحيوانية لها ارتباط بالعديد من الصناعات فالريف فالريف يعد قاعدة صناعية تسهم في دعم الاقتصاد وكذلك تساهم الثروة المعدنية في قيام الصناعة بإنشاء منطقة تكامل بين المدينة والريف المحيط بها أعزائي الآن نتعرف على العلاقة التجارية تعد التجارة نشاطاً له أهميته في العلاقات الوظيفية بين المدينة والإقليم المحيط بها فالمدينة تمثل عقد التجمع في الإقليم لكونها قادرة على توفير سلع وبضائع مختلفة وذات مديات واسعة لذا يقطع المشتري مسافة طويلة لغرض الحصول عليها لأن المدينة الكبيرة يوجد فيها ما لا يوجد في المدن الصغيرة فضلاً عن أنها تحتوي على خدمات إضافية غير موجودة في المدن الصغيرة مما يضطر سكان تلك المدن للذهاب خلال سفرات أسبوعية أو شهرية للتسويق من المدينة الكبيرة لما لها من خدمات متعددة أعزائي في المدينة الكبيرة تقوم بتجارة الجملة وهي تزود تجار المفرد بما يحتاجونه وهذا يؤسس حركة تجارية مستمرة بين المدينة والمدن الصغيرة والقرى الموزعة في الأرياف على أن تكون المدينة الكبيرة مهيئة لاستقبال التجار المتسوقين منها التسهيلات المصرفية وفنادق والمطاعم وبهذا تحقق العلاقة التجارية المتبادلة بين الريف والمدينة المدينة عزائي الطلبة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر